كل سنة وحضركم طيبين النهاردة اليوم العالمي للضمير ودي أول سنة تقريباً العالم بيحتفل فيها باليوم العالمي للضمير في ظل هذه الأزمة حطوه على جنب الأزمة ولكن هذه الأزمة فجرت صورة من انعدام الضمير لدى البعض الناس اللي بتصطو على المعدات الطبية في التوقيت اللي في دول بتنهار صحياً وتكتز مستشفياتها بالحالات الحارجة في دول بتصطو على مسكات بتصطو على فنتليترز أجهزة تنفذ صناعي على حاجات كتير مطاهيرات زي ما شوفنا نمازج كتير مش أخرها المحاولة التركية للقرصنة ومنع الطيارة الأسبانية اللي فيها الفنتليترز منها تطير على أسبانيا ولكن في النهاية اللي هي بفلوس أسبانية ولكن في النهاية خلاص طلعت الطيارة وكان قبلها نمازج كتير جداً خلال الأسابيع اللي فاتت وحتى النهاردة تدرس أدانوم مدير منظمة صحة العالمية كان ليه تدوينة النهاردة الراجل حتى بيرمي في هذا الأمر إن الوضع الصعب ده بسبب تفشي كورونا ده خلانا لازم إن إحنا يكون عندنا تقافة السلام والمحبة ويكون عندنا ضميرة جماعة بيقول كل أمل أن يحاول الجميع القيام بالعمل السليم لمناصرة التنوع والإدماج والتضامن في نمازج كتير حلوة ومشرقة لتضامن بنشوفها كل يوم برضو مش آخرها الطيارة المصرية اللي وصلت مبارح لإيطاليا بالمساعدات وتقدمت فيها وزيرة الصحة والسكان دكتورها لزايد وكان بيضم الوافد بعض المسؤولين من القوات المسلحة عشان يقدموا المساعدات لإيطاليا كمان النهاردة تنسيق مستمر مصر بتستمر فيه